اشتركوا في القناة امكانية تغييرها لمعادلة السرعة اولا بدي اكد على نقطة استاذ زيد الحمد اولا اريد ان اقول ان الشعب السوري ظلم رغم ما فيه من تكفريين الان او متشفرين الشعب السوري ظلم الشعب قام بثورة او باحتجاج سلمي ابيضا اولها بالاصلاح و الاخره هذا النظام هو الذي جر الشعب السوري و فتح سوريا لكل من لاعبين جد لاعبين ليدخلوا في سوريا و فتح وكان منظما هذا وكان مقصودا بحد ذاته في البداية ليجر الثورة الى هذا المنزلق التي انجرت الي و بدخول تكفريين و بدخول متشددين الى اخره هذا كان موضوع يعني النظام هو مسؤول عنه قبل الشعب السوري الذي قام ولي ثلاث او اربعة اشهر الى ستة اشهر وهو يقاوم سلميا مطالبا بالاصلاح اذا لا نحمل شعب السوري الان و نقول انت قمت بها ثورة يا اخي احسن نظام البشار الاسد لا هو بشار الاسد او نظام بشار الاسد هو من جر الثورة السورية الى ما هي عليه اليوم و ادخل كل من هب و دب الى سوريا اعود الى الاس 300 الاس 300 يا سيدي لن تغير موازين القوى على الارد هذا سلاح دفاعي جوي ضد الطائرات الخارجية و ضد الصواريخ والكروز الصواريخ الباليستية و صواريخ الكروز اذا هو سلاح دفاع الان نحن نضع الصور و انت تحدث باشا حتى الناس يعني مقصود فيه مقصود فيه هو دعم للنظام السوري من روسيا في حالة انه قررت الدول الغربية الاعتجاء عسكريا على سوريا فباعتقادي هذه الصواريخ لم تصل الى سوريا اطلاقا رغم يعني تصريحات النظام بانه استلم الدفع الاولى الى اخره لانه الروس نفسهم قالوا انه لم تصل الدفعات الى سوريا وحتى في حال وصولها فهي بحاجة الى ستة اشهر او سنة لتتعلم عليها الطواقم السورية الا اذا اديرت مباشرة باطقم روسيا بغير ذلك لن تكون فاعلة لانه هذا نظام معقد ومركب وبحاجة الى تدريب وبحاجة الى صياء وبحاجة الى معرفة اذا بحاجة الى تدريب ووقت تدريب حتى في حال وصوله والذي المصل انا اعتقد انه الاس تراثمية او الاصواريخ الروسية هي عبارة عن ورقة سياسية استخدمتها روسيا في الوقت المناسب قبل مؤتمر جنيه اذا يا اوروبيين ستسلح المعارضة سنقوم بتسليم النظام ستراثمية اذا هذه الاوراق الدول اعود الى النقطة ان الوضع في سوريا لم يعد محليا صحيح الشعب السوري سيحسم المعركة في النهاية ولكن الوقاع على الارض الان لم تعد محلية لا بيد النظام ولا بيد المعارضة ولا بيد حتى الدول الاقليمية اصبحت عندك داخلي اقليمي دولي والطرف الدولي هو الاقوى الان هو الاكثر تعثيرا اذا لم يعد الان حتى النظام السوري ولا المعارضة قادر على الفصل في هذه القضية بدون توافق دولي اقليمي ومحلي على انهاء هذا الصراع اذا بالنسبة لل S300 وتزويد النظام فيها لن تغير من الوقاع على الارض بين المعارضة نحنعطين بعض المعلومات للاخر المشاهدين وانت بتحدث باشا حدو حول نوعيته وبلد الاصفر وقوة الاستخدام والمصمم اذا اردت انه هي S300 من الصواريخ المتقدم جدا هو نظام دفاعي متقدم جدا الصواريخ فيه طبعا هي منظومات متعددة اول ما بدأ 1979 واستمر وفيه عليه تطوير فمن خمسين كيلومتر الى مية وخمسين كيلومتر فيه الاس 400 الان يتوصل الى ميتين وخمسين كيلومتر ولكن احنا بنحكنا الاس 300 ميزت هذا النظام انه ضد الطائرات ضد الصواريخ الكروز وضد الصواريخ البلستية فهو يحمي البلد من كل ما يأتيها من الخارج كل الشرور الجوية نعم من كل الشرور الجوية وثانيا الرادار تبع وقادر على رؤية ومئة هدف بنفس الوقت ولكن قادر على الاشتباك والتعامل مع 12 هدف في نفس وقت فهذا نظام متطور جدا طبعا فيه مقابل متطور في الجانب الاخر ولكن هذا من الانظمة المتطورة والانظمة الحقيقة التي تغير موازين القوى في حالة الحروب بين الدول ولكن في حالة الوضع في سوريا ثورة سورية لن يغير على الارض شكرا